هو يبدو يبدو أن هناك خطة ممنهجة للتسلل عبر العقل العربي المصري وتغيير بعض الثوابت الموجودة من خلال أزيل أجلاب بيوت ضعارة دي مسلسلات بيوت ضعارة تقرأ بنا في لكهم يا وسخين تقرأ بنا في لكهم يا وسخين هي ما روسي عملت لازم نمنع نتريكس إنها تبقى موجودة في مصدور تجار ودول عندهم أجندة سياسية هي مسألة بقت مثيرة للتأمل كما هي مثيرة للشمئزاز بالنسبة لي أنه هما كده بيعتدوا على حقوقي وبيثيقوا لعمل محترم راقي أنا بعتد بيه وكل المصريين بيعتدوا بيه في حد عايز يغير هويتنا يعني يعملوا الكلام ده وإحنا نقول آه يعني إحنا ملناش دعوة وحاجات كده لا يا سيدي بيطالين بالكلوت يا أستاذ مكرم عين لو ده الشخص المصري مش هيقول كده ومش هيعمل كده لأن ده ما ميمثلش المصريين صورة الفيلم واللي أنا شفته في الفيلم يعني كان زيادة عن اللزوم ما خلي شكلنا مش حلو ده فيلم فيلم كده تحس إنه لا لي زمان ولا لي مكان المكان ده مش عندنا المكان ده مش في مصر منصة نت فليكس وإيه اللي عيزاه من الوطن العربي ترجمة نانسي قنقر